مرحبا أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الأربعاء الواحد والسلاسين من شهر مايو أيار الفين وثلاثة وعشرين ربيع ماطر بامتياز هذا العام جلبت أشهر الربيع السلاسة إلى ألمانيا كمية هائلة من الأمطار حيث ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية دويتشا فيتا دينست أن شهر آزار هو الأكثر هطولا للأمطار منذ عشر سنوات وكان شهر أبريل هو الأكثر هطولا للأمطار منذ خمسة عشر عاما ولكن في مايون خفض هطول الأمطار مجددا ولكن بالمجمل كان الربيع في ألمانيا هذا العام ماطرا جدا وأكثر دفءا من المتوسط قرار جديد بشأن مراقبة الحدود في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية تريد وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزا مراقبة الحدود الألمانية البولندية بشكل أفضل حيث سيتم نشر عدة مئات من قوات الشرطة الاتحادية الإضافية على الحدود في المستقبل ولكن لن يكون هناك ضوابط حدودية ثابتة يعني لن يكون هناك مراكز أو نقاط مراقبة ثابتة على الحدود بشكل دائم لكي لا تتعرض الحياة اليومية للاضطراب الشديد بسبب مثل هذه الضوابط جدير بالذكر أنه قد تم في وقت سابق تعزيز قوات الشرطة على الحدود مع التشيك ويتم الآن التخطيط أيضا لمزيد من المراقبة في القطارات والحركة الجوية أعلى رقم للتجنيس في ألمانيا منذ عشرين عاما وإنجاز خاص للسوريين بحسب الدائرة الاتحادية للأحصاء حصل حوالي 168.500 شخص على الجنسية الألمانية في العام المنصرم 2022 حيث تم تجنيس أشخاص من 171 جنسية مختلفة بزيادة حوالي 37.000 شخص بالمقارنة مع العام الذي سبقه وهو ضعف عدد المجنسين منذ عشرين عاما وشكل السوريون المجموعة الأكبر بين المجنسين حوالي 48.300 سوري وهو أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وسبعة أضعاف العدد في عام 2020 وجاء الأتراك في المرتبة الثانية حوالي 14.200 والأخوة العراقيون في المرتبة الثالثة حوالي 6.800 والأوكرانيون في المرتبة الرابعة حوالي 5.500 جدير بالذكر أن السوريين حققوا أعلى مستوى لإنجازات الاندماج الخاصة بشكل غير مسبوق في ألمانيا حيث حصل العام الماضي حوالي 23.100 سوري على الجنسية الألمانية في وقت مبكر بعد 6 سنوات فقط إما لتحقيق إنجازات مدرسية أو لغوية أو مهنية مميزة أو إنجازات مدنية مفيدة للمجتمع الألماني كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم